حقيقة هذه الظاهرة ملازمة للفعل السياسي في بلادنا وبمناسبة كل استحقاق يجري في هذه البلاد نعين انتقال هذا وذاك من هذا الحزب إلى ذاك أي مواطن انتظم في حزب محدد ولم يجد في هذا الحزب ما يشبع أفكاره ورغباته أو تطلعاته أن ينتقل إلى حزب آخر ينسجب مع هذه الرغبات وهذه التطلعات هذا من حيث الظاهر هو حق ثابت للجميع لكن على المستوى المعنوي أو على المستوى الأخلاقي هذا الترحال بهذا الشكل المكتف يعطي انطباعا للمواطنات والمواطنين بأن المنتخبين لا يثبتون على حال وبأنهم يبدلون قنصانهم في كل استحقاق يجري في هذه البلاد وهذا التبديل هو المساهم من ضمن عوامل أخرى في فقدان شعبنا لثقته في المؤسسات المنتخبة ولثقته في الفعل السياسي فالفعل السياسي يفترض أن يقوم على المبادئ كيفما كانت هذه المبادئ وأن يقوم على مرجعيات كيفما كانت هذه المرجعيات يعني يسارية أو يمينية أو وسطية لكن يفترض أن يقوم على هذا فإذا كان هناك من تغيير يجب أن يكون هذا التغيير منسجما مع مرجعية محددة أما أن يكون تغيير فقط للضفر بمنصب نيابي أو بمنصب تمثيل على مستوى الجماعة الترابية وبأن هذا الحزب حضوضه أوفر في هذا الاستحقاق ولم تكن كذلك في الاستحقاق السابق فأبدل حزبي بآخر نظرا لرغبتي في ضماني فوزي بهذه الصفة التمثيلية هذا أمر غير مرغوب فيه إطلاقا ويتجافى مع الأخلاقيات السياسية ويعطي انطباعا لعموم الناس بأن هذه الانتخابات هي مجرد عملية يتنافس فيها أشخاص دون أن يتملكوا لا تصورات ولا إرادات ترى متغيرة أوضاع هذا البلد وإنما إرادتهم تتجه نحو تلبية تطلعات ذاتية أنانية وهو ما لم يعد يستسره المواطن في هذا البلد وهو كذلك يسيء للمشهد السياسي في بلادنا شكرا